تعاقب كذا مدير فني على تولي مسؤولية إدارة الدرارة الفنية طبعاً للفريق من بعد مستر جوزيكا إلا أنه موسيماني هو يمكن أكتر حد أو أكتر اسم اضحط أنا كنت أقول إن المقارنة دايماً عشان تعمل مقارنة بين حاجتين لازم يبقى في معايير موحدة بين بالضبط ده أقعد قد إيه ده أقعد قد إيه ده حتى قم بطولة أحرس قم بطولة ده أحرس قم بطولة ده بنى الفريق بتاعه في قد إيه وده بنى الفريق عشان تقدر في النهاية تدي مقارنة منطقية تقيم على أساسها إنه مقارنة هدفها إنك تقيم في النهاية بالضبط لكن مش عايف ليه الناس دايماً مستعجلة يعني عندنا هنا في مصر فبس مستر موسيماني الوحيد اللي يمكن اسمه تردد كتير أو تحط جنب مستر جوزيكا وقال لك إنه موسيماني قادر إنه يعيد الفترة ويعيد الإنجازات اللي حققها مستر جوزيكا قال أنت مع الفكر ده أو الطريقة دي في التفكير وهل بتشوف إنه بدايات موسيماني على أقل تأهله إنه يقطع مشوار زي ده ولا لسه بدرق قوي على الحتة دي بص أنا أقول لك حاجة يعني أنت لو بتتكلم في البدايات أنا في رأيي إن بدايات موسيماني أفضل من البدايات منو الجوزيكا لأنه يمكن بردك منو الجوزيكا في الأول التعاقد وكان فيه تعصر ومشي ورجع تاني وبعدين رحباني بقى التيم اللي هو يعني اللي حقق بيه آه كل البطولات اللي حققها دي موسيماني اللي حقيقية إنت لما بيجي تتكلم مثلا دخل في أربع خمس بطولات لما بيحصدهم وبياخد البطولات دي ولسه كمان هو عنده كمان أربع بطولات كمان ممكن بردك نفس الحكاية حقق إنجازات فيها لا بس هي الناس إيه يعني بلاش مقارنة بردك لأن ظروف التيم اللي كان مع الحقيقة منو الجوزيكا يعني أنت بتتكلم في منتخب مصر أفضل لعيبة كانت موجودة في مصر كان كلها يعني مش أفضل كمان حداشر ده كان أفضل مثلا تلاتين لعيب في الوقت دوابط طبعا آه يعني أفضل أفضل فعلا يعني لكن يمكن موسيماني اللي حقيقة برضك فيه يمكن مراكز بتبقى مثلا إصابات مش عارف مراكز برضك مش كاملة مش عارف إيه وبحق الإنجازات الحقيقة دي وبعدين في نفس الوقت انت بتتكلم في منو الجوزيه قاعد قد إيه في النادي الأهلي فترات طبعا سنين كتيرة جدا الحقيقة فيها الإنجازات دي كلها عشان بقى تبتدي تعمل مقارنة بين موسيماني وما بين مصر منو الجوزيه ان انت ياخد نفس المدة يعني يشتغل مثلا عشر سنين في النادي الأهلي أو يشتغل الحاجات دي كلها تقدر تقول بقى يعني تعمل مقارنة ما بينهم لكن هو الراجل ماشي بخطوات كويسة ويمكن أنا الحقيقة بس بطلب من جمهور النادي الأهلي العظيم والحبيب والمساند الحقيقة ان الكرة ما فيهاش مكاسب على طول أو ما فيهاش أداء كويس على طول لأنك انت مش يعني يمكن فيلر الحقيقة كان ليه جملة بنلعب بلايستيشن آآ آآ بلايستيشن انت ممكن بعادي عتطلع عتطلع أداء على طول كويس لكن ده انت فيه بناية ده بتعامل مع بناة دنين فوارد ان انت النهاردة تبقى كويس وارد ان انت بكرة ما تبقاش كويس أو الأداء يقل شوية أو ما يبقاش يا جماعة في الوقت اللي الأداء بيقل انه لا بقى فيه هجوم يعني لا يعني يمكن أنا الحقيقة آآ جمهور اللي كان موجود في قطر الحقيقة جمهور الاهلي اللي في كل حتة في العالم الجمهور اللي كان موجود في المباراة الحقيقة يعني قبل المباراة آآ شجعوه وسندوه بشكل كبير جدا بعد المباراة نفس الحكاية الحاجات دي لا الحاجات دي بترفع روح معنوية وبتزوق يعني بتقويه يعني النقطة دي مهمة جدا ترجمة نانسي قنقر